واحدة من المكاسب كمان بعيدا عن المكاسب المادية والفنية والمعنوية انا بيتهالي ان ده مكسب والارقام القياسية انا بيتهالي كمان انه مكسب كبير جدا في المباراة دي انه قايمة الاهل قبل المباراة كتزيره اصابات يعني ده مكسب في حد ذاته بقالنا كتير قوي طبعا يعني احنا ازعلنا على افشا وعلى هاني بس ان شاء الله نتطمن عليهم وانا عايز اقول لحضراتكم انه جهاز طبي اول ما يرجعوا هيعملوا اشعة وان شاء الله ان شاء الله هتكون اصابات خفيفة ان شاء الله سواء في اربطة افشا الاربطة الداخلية لرجلو او في العضلة الامامية لمحمد هاني وان شاء الله قبل مطش الترجي ان شاء الله يكونوا جاهزين ويكونوا سند كبير جدا للفرق لكن معلول كان اكتر من رائع عودته قدت تقلل الناحية الشمال في النادي الاهلي اعتقد يعني ما كانش افضل المتفائلين او اكتر المتفائلين يتوقع انه معلول من اول مباراة يسيب بصمة لكن الراجل الحقيقة راجع وكأنه ما غابش الراجل راجع وكأنه ما كانش فيه شهور غاب فيها عن الفرقة لا الحقيقة واضح جدا انه جاهز وفتو ان شاء الله مع توالي المباريات يستعيد فرموته الاكتر من علي اللي كان بيقدي بيها كمان حمدي فتحي واحد من اهم الاضافات في خط نص النادي الاهلي بيطمنك خط النص في النادي الاهلي والدفاع يطمنك تحتار تحط مين ولا مين او تبتدي مين ولا مين فحمدي مع اكرم والسولية وديانج اعتقد يطمنه ميستر موسماني بشكل كبير جدا وقوة ضربة كبيرة جدا الحقيقة في نص الملعب